والصوم جنّة ما لم يخرقها كيف تخرق هذه الجنّة؟ درع حصن حصينة وفي رواية جنّة من النار تحميك من النار جهنّم لكن إنت خرّقت تسلّل إليك لهيب النيران أحرقتك يا مسكين احترقت إذن أنت تريد من الصوم أن يجنّك من جهنّم إياك أن تخرق الجنّة الترس الدرع إياك المجن اسمه مجن إلا أنه جنّة الغيبة المعاصي تخرق الصوم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الغيبة تخرّق الصيام تثقبه تثقيبا تصبح الجنّة مخرّقة كما قلنا يتسلّل منها اللفح والسموم والهيب الجحيم والعياذ بالله إلى المجتن بها قال الغيبة تخرّق الصيام والاستغفار يرقّعه فمن استطاع منكم أن يأتي بصوم المرقّع فليفع أحسن من لا شيء أما أن تخرّق الصوم وتأتي بهم مخرّقا كما نقول بالعامية أراحت عليك ضيعت نفسك استغفر وإياك أن تصر وإياك أن تعود إلى الذنب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان يعني الإنسان أحيانا يسمع الموعظة يسمع القرآن يبكي يتأثر جدا وفي داخله يعزم عزما مؤكدا على ألا يعود إلى هذه المعصية الرهيبة سواء كانت الغيبة النميمة الكذب الاستهزاء من الناس السخرية إلى آخره ثم لا يلبث أن تفجأه نفسه بأنه يغتاب لا إله إلا الله ما الذي أفعله جيد أنت لست معصوما وهذا يحتاج إلى تدريب ورياضة وإجتهاد أقف مباشرة واستغفر الله واستغفر لأخيك وإن أسأت إله في عرضه فكذب نفسك قل لا أنا لا تجنيت وأنا كذبت وتكلمت بالظنون وبالشائعة وأستغفر الله أستغفر الله